عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً مع أعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية لعرض رؤاهم بشأن تعميق الصناعات المعدنية وزيادة معدلات الانتاج والتصدير وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى أنه يجرى العمل حالياً على تحويل عدد من المسابك غير الرسمية من أجل دمجها في الاقتصاد الرسمي عبر عدد من المحفزات التي يجرى التنسيق بشأنها مع الحكومة وتعد غرفة الصناعات المعدنية واحدة من أهم الغرف في اتحاد الصناعات حيث تضم 1500 مصنع ومنتق ورشا وتقدر حجم استثماراتها بـ 800 مليار جنيه توفر نحو 350 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ما يزيد على مليون فرصة عمل غير مباشرة